أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح أن توجيهات سموي أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في خطاب سموه الأخير بأن لا أحد فوق القانون أي كان موقعه أو صفته هي خارطة طريق ومنهج عمل في وزارة الدفاع لمتابعة ومراقبة كافة القرارات التي تصدر والإجراءات التي يتم اتخاذها بهدف المحافظة على المال العام وصونه من أي تعديات جاء ذلك في تصريح للشيخ فهد يوسف نقله وفق بيان صحفي خلال ترأسه اليوم بمقر الدفاع اجتماعا ضم كبار قادة الجيش وأعرب الشيخ فهد يوسف عن خالص شكره وعظيم امتنانه لسموه أمير البلاد حفظه الله ورعاه ورئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح على ما منحاه إياه من ثقة غالية وهي محل تكليف ومسئولية وأمانة يسأل الله عز وجل أن يعينه على حملها والقيام بواجباتها على الوجه الصحيح ولفت إلى أن أمن الكويت أمانة في أعناق أبنائها من منتسبي المؤسسة العسكرية وأن ثقة القيادة السياسية بهم ودعمها وتشجيعها لهم تحملهم مسؤولية العمل بكل جدية وحزن لحفظ أمن البلاد واستقرارها وسلامة أراضيها وأكد أن رفع مستوى الكفاءة والقدرة للجيش الكويتي يحظى باهتمام مباشر من سمو أمير البلاد ومن رئيس مجلس الوزراء ونحن بدورنا سوف نعمل بعون الله تعالى ضمن توجيهاتهما وتعليماتهما بالمتابعة الدائمة والمستمرة لكافة الجهود التي تبذل أخذين بعين الاعتبار تسخير جميع الإمكانات وتذليل مختلف العقبات في سبيل تحقيق الرؤية والأهداف المنشودة ترجمة نانسي قنقر